السلام عليكم. ان شاء الله يوم راح نكمي بشرح مادة صف السادس. يونت فايف. راح نبلش بيونت فايف. اه يونت فور ظل لدينا بعض الشغلات البسيطة اللي بتعتمد على الاستماع. ان شاء الله اه بعد حصة وحصتين بعطيكم حصة استماع يعني عشان تكون حصة كاملة يعني. انا عشان هيك. طيب جود. يونت فايف. يونت فايف في عندها قاعدة جديدة. اسمها بريزنت كنتينووس. اكتب عندك بريزنت كنتينووس. شو معنا يا استاذ بريزنت كنتينووس. معناها المضارع المستمر. شو معناها المضارع المستمر. بريزنت كنتينووس. احنا بنستخدم بريزنت كنتينووس لما نحكي عن اشي بحدث في لحظة الكلام. يعني بحدث الان. بنستخدم بريزنت كنتينووس للحديث عن حدث او شيء ما يحدث في لحظة الكلام. مثال بكون انا ماشي في السيارة برن علي واحد بقول لي ايش انت بتعمل بحكي له ايام ادرايفنج. انا في هاي اللحظة ايش بعمل انا بقود السيارة. انا بكون ماشي وبحكي تلفون. صاحبة بساني بقول ايش تعمل بحكي له ايام فونينج. انا بحكي تلفون. او ايام كولينج. جود. تستخدم للحديث قاعة المضارع المستمر عن حدث يحدث في لحظة الكلام. ولكن الحدث لفترة قصيرة يعني. فترة قصيرة. جود. يعني الفانكشن نقدر نحكي. فانكشن يا استاذ معناها الوظيفة. شو الوظيفة للقاعدة ما هي وظيفة القاعدة. بنحكي احنا. نستخدم المضارع المستمر. نحكي عن افعال. happened تحدث at the time of speaking بنستخدم المضارع المستمر we use present continuous to talk about actions نحكي عن احداث تحدث في وقت ايش الكلام. وقت ايش الكلام او الافضل ايش add to the moment في لحظة ايش speaking الكلام. add the moment of speaking. هذا التعريف مهم مطلب منك. بدك تكون عارفه. ممكن اطلبه منك في الامتحان. بحكي لك define the present continuous عارف لي المضارع المستمر. good حسا الفورم تبع القاعدة. form القاعدة very easy عن الفورم بحكي لي اذا عندي شي he it وزي ما اتفقنا اسم مفرد. عندي شي he it اسم مفرد شو بتاخد is شو بتاخد يا استاذ بعد ال is بديج عندي verb one verb one زي مثال kill good good شو بتاخد ing شو بتاخد الفيرب one ing بعد ing تكملت الجملة يعني الكل شو بتصير يا استاذ killing منضيف للكل ing هس بعطيكم مثلا بحكي لي اذا عندي they they you او اسم ايش جمع they we you او اسم جمع good good ايش باخدو r بعد ال r شو بيجي عندي verb one بعد ing ing بعدين تكملت الجملة بعدين ايش منكمل الجملة بحكي لي اذا عندي ايش i شو اذا عندي ايش i بعد ال i ايش am بعد ال i ايش am بعد ال am verb one ing تكملت الجملة i بتاخد am verb one ing تكملت الجملة good هاي في حالة اذا كانت الجملة ايش يا استاذ affirmative شو معنى affirmative احنا اتفقنا كانت الجملة مثبتة يعني لا نفي ولا ايش ولا سؤال لا نفي ولا سؤال مثال صغير they are talking with me مثال صغير they ايش اخذت are talking الفعل اخذ عين جي وتكملت الجملة في حالة ايش هاي اذا كانت الجملة ايش مثبتة good هسا في حالة كانت الجملة ايش يا استاذ negative بدي انفي بدي انفي الجملة باستخدام المضارع المستمر في حالة ايش انفي في حالة ايش انفي طلع لي بحكي لي منحط ايش ش ش هي ات بعدين اسم مفرد شيعني اسم مفرد يعني مثال علي او ذا كات كات بعدين شو باخده عندي اس شو باخده عندي اس بعد الاس شو بيجي عندي في verb one بس الاس عشان هنا في شو بتصير isn't شو الاس بتصير isn't she isn't verb one زاد شو ing زاد تكمية الجملة عندي they we you او اسم جمع شو بتاخد aren't بعد الارنت بيجي عندي verb one بعد ال verb one ing بعدين نكمل الجملة عندي i تاخد في حالتنا في ايش ant بعد الانت verb one بعد ال verb one ing بعدين ايش تكملت الجملة هسا بزبط بدل ant بحكي not بزبط بدل aren't احكي شو are not is is not اللي بدك اياه اذا انت هي اختصار من حط فاصلة وبالعادة بستخدموا الانجليش او البريتش بستخدموا ايش الاختصارات isn't aren't aren't هاي ان شاء الله رح ناخدها الاختصارات طيب الحالة الاخيرة من القاعدة من القاعدة في حالة شو في حالة الانتروكاتف في حالة السؤال الحالة الاخيرة ايش هي نحكي في حالة السؤال في حالة السؤال في حالة السؤال برضو easy اول ايش منحط is بعد الاس شو بيجي عندي she he it اسم مفرد زائد شو يا استاذ verb one ing تكملت الجملة و question mark r شو بتاخد عندي ال r they we you you اسم جمع زائد شو verb one ing زائد شو تكملت الجملة اللي am يعني نقدر نحكي am شو بتاخد i ولكن فيش حدا بيسأل حاله يعني بعدين ing تكملت الجملة و question mark هس احنا عرفنا الفورم تبع negative affirmative form هس في عنا احنا حكينا في كل زمن او في كل قاعدة اشي اسمه keywords 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 بتسميهم شو مفاتيح الحل او مفاتيح الجملة هذول يا استاذ المفاتيح keywords بيساعدوني اني اعرف انه الجملة اللي انا او اللي قدامي هي جملة مضارع مستمر ال keywords هم اللي بيساعدوني اني اعرف انه اللي قدامي او الجملة القدامة هي مضارع مستمر انا بدي اطبق قاعدة المضارع المستمر هذول يا استاذ بدك تحفظهم كلهم now معناها يا استاذ الان right now او كمان معناها الان currently معناها في هذه اللحظة في هذا الوقت افضل يعني وعننا كمان at this moment او in this moment معناهم الثنتين ايش في هذه اللحظة في هذه اللحظة او منا today كمان عندي today وعندي كمان listen وعندي كمان يا استاذ شو look listen هذول يا استاذ مفاتيح الحل مطلوبين منك ايش تحفظهم شو مطلوبين تحفظهم مطلوبين ايش نعمل فيهم يا استاذ اننا نحفظهم مهمات جدا لانه انتو انا ما بعتقد اعطيتكم زمن ثاني او قاعدة ثانية فانا رح اخلطهم مع بعض في الامتحان عشان اشوف فاهمين ولا مش فاهمين هون ببين عندي طيق كيف ممكن يجي اسئلة على هاي القاعدة ركزوا معي يا استاذ ركزوا معي كيف ممكن يجي اسئلة على هاي القاعدة واجي بحكي لك change change the following sentences change the following sentences into negative and introgative sentences الى اخري صيغة السؤال بتحكي لك حول او غير الجمل التالية لجمل نفي او جملة ايش سؤال طلع لي يا استاذ باجي بعطيك جملة زيك بحكي لك سؤال نعم نعم سؤال 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 و جملة شو نيغاتف نفي خلينا اول اشي على جملة شو النيغاتف يلا بحط اول اشي بنزل اشي يا استاذ الوي النفي من ار شو يا استاذ ارنت لان حولناها نيغاتف يا استاذ نفي وراجحها ونكمل الجملة زي ما هي we are playing play station كمان واحدة هسا بقول لي حولها شو سؤال بحكي لك انا هون ايش حول ليها سؤال طلع ما اسهل يا استاذ كيف احنا اتفقنا ننحول الجملة لسؤال بنسأل بالفعل ايش الفعل لعندي انا يا بنسأل باز يا ام يا ار ايش انا موجود عندي هون يا استاذ ار بحط ايش هون ار بعدين بنزل بعدين بنزل بعدين 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 بحط بعدين بحط يا استاذ بعطيك الجملة عادية انا بحكي لك حوليها لنفي حوليها لشو لسؤال حوليها لنفي او سؤال بنت اعطيكم اكم جملة اه واجب مطلوب منكم على نفس صيغة السؤال تحوليها لنفي و سؤال علي يجب أن يقوم بسرعة أخرى يجب أن يذهب إلى المرحلة 3. Tamir is driving his new car. 4. She is meeting her friend. 5. She is meeting her friend. هدول أربع جمل يا أستاذ شو مطلوبين منك بدك تحول كل جملة negative and interrogative نفي وسؤال الأربع جمل تحوي النفي وسؤال زي ما عملنا فوق حولنا نفي حولنا سؤال هدول ايش مطلوبين منك واجب. وفي عنا نمط سؤال ثاني ايش هو كالعادي. 5. Find the mistake then correct it. ما عجب حكي لك. 5. Find the mistake then correct it. جد الخطأ ثم صحيحه. بدي أنا أحلي لك الأولى ما بقي أو ما بعد الأولى هدول ايش هومورك. مطلوبين منك واجب. طلع علي. 6. She are looking at me. 7. She are looking. في خطأ يا أستاذ هون. نعم في عندي خطأ. راكزوا معي شوي. احنا اتفقنا. انه الار لايش? لل. plural. للجمع. منحذف الار. منحط بدها لها ايش? is. شو منحط بدها لها? is. الثانية والثالثة والرابعة. والخامسة. مطلوبين منك شو واجب. I am fixed my car. علي is clean his pants. four. the boys the boys the boys am studying. five. ركزوا على five. are. she. sleeping. now. are. she. sleeping. now. two. and three. and four. and five. هذول مطلوبين منك شو. homework. واجب. two. and three. and four. and five. مطلوبين منك شو. homework. واجب. بدك انت تقرأ الجملة كويس يا استاذ. وطلع الخطأ. pick the mistake. pick up the mistake. التقت ايش الخطأ. then correct it. بعدين ايش يا استاذ بتصحوا. شو بتسوي بتصحوا. هسا في عندنا قاعدة المقارنة المرة المضت شرحت لكم إياها في بعض الطلاب يتغلبوا فيها إن شاء الله أنا المرة الجاي راح أشرح بعض الأمور فيها عشان ما حدا يتغلب إن شاء الله نكستاين المرة الجاي هسا افتح لكتابك Open your activity book page 23 صفحة 23 صفحة قديش يا أستاذ 23 أنا أعطيتكم هسا ولا هسا واجبين اللي أعطيتكم إياهم عنا question number two يا أستاذ بتقرأوا وبتحاول شو تحلوا لحالك بس بتطبيق قاعدة شو يا أستاذ قاعدة المضارع المستمر كيف فوق طلع شو حطل محمد is والفعل شو ضاف له ing بدنا نعمل نفس الإشي وبدأ حللكم واحدة عشان من باب إنه ما تخربطوا play معناها يلعب go يذهب meet يقابل أو يشتبع watch يشاهد بحكي لي سامية tennis شو معنات tennis كرة الطاولة يعني لعب صح ولا لا يعني إش بتاخد أنا play هسا سامية إش بتاخد يا أستاذ حسب قاعدة المضارع المستمر سامية is good play شو بتصير playing بنحط الفعل play ومنضيف له ing three and four and five نفس الإشي the same the same three and four and five نفس الإشي the same هاي مطلوبة منك كمان حل اليوم وإن شاء الله في اليوم كمان ورقة عمل بعينكم الله يعني بدكم تتحملوني فيه كمان work sheet كمان راح أنزلكم إياها وعندنا يا أستاذ كمان واجب لبكرة بحكي لي go to hand writing practice page 73 روح لي يا أستاذ صفحة 73 page إيش يا أستاذ 73 خلينا نشوف 73 أنا بعتقد أنكو نسختوها بتنسخولي 73 للي ما نسخها ويا أستاذ بتكتب لي اسمك فوق كل واجب بتحله لأنه في بعض الطلاب بيجيني أنا رسائل محولة بصراحة أنا بشك بهاي الرسائل يعني ما باقتنع إنه هذا هو حل الطالب وعندي page 74 صفحة 74 هاي إيش hand writing برضو إيش يا أستاذ ابتنسخ لي هاي مطلوبة متى منك tomorrow بكرة مطلوبة tomorrow واللي حبي يوم يحلهم ما عندي أي مشكلة ما عندي أي مشكلة good عسنا أعطيتكم واجبات على present continuous وإنتوا حاولوا استوعبوا القاعدة وإذا لديك أي سؤال اسألني لأنه أنا قاعد تهزل لكولة المسوال من رجاي رح أشرح الشغلات اللي ما فهموها الطلاب إن شاء الله بعض الجزيئيات اللي ما فهموها الطلاب وإن شاء الله اليوم كمان بنزلكم مرقة عمل على قاعدة المضارع المستمر أو ممكن كمان شوي أنزلها أنا ويعطيكم العافية شكرا للمشاهدة